قبل أشهر ولد الفيروس، فصمت العالم مراقباً ذاك الكائن المجهري صمت وحذر جعله ينسى خلافاته وصراعاته ثم تفشى الفيروس وأصبح وباء ومع تدعياته الحادة عادت الخلافات لتطفو على السطح الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة تحولت إلى حرب كورونية بين الدولة التي بدأ منها كل شيء والدولة التي تتربع على قمة هرم الإصابات والوفيات سجال واتهامات يومية تفتح ملفات لا يبدو أنها ستغلق قارباً ماذا عن إيران المتهمة دوماً بعدم الشفافية في برنامجها النووي؟ نجدها اليوم متهمة بذات التعتيم لكن على ضحايا الوباء بينما طلق هي باللائمة على العقوبات الأمريكية هو نفس الجدل الذي نسمعه منذ عقود فقط تغير عنوانه من نووي إلى كورونا القارة الأوروبية التي أنهكها الوباء في وقت يعاني فيه الاتحاد الأوروبي بالأساس للبقاء متماسكاً جاءت أزمة كورونا لتكشف عمق خلفاته وسط اتهامات متبادلة بتخلي الجيران عن بعضهم وقت الشدة وهو ما وصفته صحيفة الجارديين بإعادة الأحقاد الأوروبية المخفية إذا كان هذا حال الدول التي تتصارع اقتصادياً فمحال الدول التي تشهد صراعاً عسكرياً فسوريا التي تعاني ويلات الحرب تخشى الآن من كارثة جديدة بحسب تحذيرات الأمم المتحدة وأن يدفع النازحون في العراء ثمن غياب التنصيق لمواجهة الأزمة بين ثلاثة أطراف حاكمة ومن يقف خلف كل منهم حتى العراق الذي هدأت شوارعه يؤكد أنصار الحراك أن أزمة كورونا ما هي إلا استراحة محارب كشفت حجم ضعف الحكومة والأحزاب كلها شواهد على أن العالم لم ينسى صراعته وأنه فقط ينتظر لحظة انتهاء الوباء لتأتي ساعة الحساب